انا الناس عماية تبعاتلي الفيديو اللي قدامكو ده حضرات فيديو كارثي كارثي الفيديو حصري لمصر النهاردة حصري لبصر النهاردة من الدكتور محمد حافظ استاذ هندسة السدود اعطاء لمصر النهاردة بينشر ويزيع لأول مرة الفيديو بيصور الممار الأوسط لسد النهضة اللي منسوبه 600 متر يا دكتور صح؟ يس 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 منسوبه 600 متر ودلوقتي هو الفاصل ما بين البحيرة اللي ورا السد والممار والسد وهو الدكتور بيقول الفيديو بيصور المية وصلت للممار الأوسط زي ما ما تشوف الفيديو كده بتطلع على الخراسات الممار الأوسط وده معناه ان أسيوبيا زي ما انتوا شايفين كده بالزبط اهي ما بتطلع على الممار الأوسط وده معناه ان أسيوبيا نجحت في تخزين إجمالي 22 مليار متر مكعب نعم وده إثباتا بالفيديو فهو بيقول الدكتور محمد حافظ انه كده معناها انه هذا الفيديو هذا السد أصبح من من الأمن القومي المصري والسوداني كمان تحديدا يعني السوداني ان احنا نحميه لانه أي خطر إنشائي أو خطر إرهابي أو عمل عسكري ضد السد هيفني دولة السودان فعلا كلامك سليم ده كلام الدكتور محمد حافظ مش كلامي ودكتور محمد بيقول انه وزير الرأي المصري هو اللي راح مضى مع ترامب برنامج المل من غير ما ياخد رأي حد يعني مش بس السيسي وقع ده وزير الرأي بتاعه مضى في البيت الأبيض ده جدول المل وإن السيوبيا مشي على الجدول وإن السيوبيا لما هتخلص في 2024 هيبقى قضي الأمر بتاتاً بتاتاً أهو الفيديو الدكتور بعت الفيديو ده اللي بيقول فيه انه وزير الرأي المصري وقع على جدول الملء في البيت الأبيض لتفضل